انا الشروق فيديو جديد وفيديو النهاردة هيكون تكملة للفيديو اللي فات اللي تكلمنا فيه عن الشعر العاجز ونهاردة هقول لكم على خمسة من الأخطاء اللي بنعملها بتخلي شعرنا مش بيطول الخطأ الأول هو عدم الترتيب الكافي للشعر والطروف إهمال استخدام المرتبات زي البلسم وحمام الكريم والليف إن الليف إن سواء كان سيروم أو كريم تصفيف الحاجات دي كلها بترطب الشعر وتغلفه وتخلي فيه طبقة حماية للشعرية من انها تتقصف أو تتكسر فإهمال استخدام الحاجات دي أو استخدامها بنسبة أقل من اللي المطلوبة للشعر وخصوصا لما بيكون الشعر جاف بيكون محتاج كمية أكتر من المرتبات فلما بنأثر في استخدام الحاجات دي ده بيزود من عملية التقصف في الشعر فبالتالي بيحصل الموضوع اللي تكلمنا فيه في الفيديو اللي فات اللي بيخليكي ما تلحظيش فرق في شعر فضروري جدا أني تهتمي بترتيب الشعر وباستخدام كل المواد المرتبة اي حاجة تقدري عليها بترتب الشعر هتكون مفيدة جدا جدا لكي وهتساهم ان الشعرية تحافظ على طولها زي ما هي من غير تقصيف فبالتالي هتطول وتكون أحسن كثير الثاني خطأ هو إهمال استخدام محفزات لنمو الشعر زي حمامات الزيت لأنها تساهم جدا حمامات الزيت بتطويل الشعر كمان زي الفيتامينز من الحاجات اللي بتحسن جدا من تضفق الدورة دموية بفروة الراس وبالتالي بتودي دم محمل بالغذاء لفروة الراس فلازم ناخد فيتامين لشعرنا كمان نهتم بأكلنا جدا نحن ناكل الأكلات بتكون مفيدة أكتر للشعر زي مثلا الجرجير الأسماك السبانخ وطبعا الفواكه كل دي حاجات لما بناكلها بمعدل كويس بنلاحظ جدا طول في شعرنا وصحة وحيوية في شعرنا ثالث خطأ هو إهمال مساج فروة الراس أو مساج الشعر إن الشخص يعمل تدليق لفروة راسه كل يوم بالليل مرة أو كل مرتين في اليوم مرة صبح ومرة بالليل المهم أن أنت لازم تحافظي عن أنت تعملي مساج لفروة راسك لأنه بيكون من الحاجات المحفزة جدا جدا لتطفق الدورة دموية في فروة الراس فبالتالي الشعر بيتوى الأحسن وأسرع وأنا كنت تعمل لكم فيديو قبل كده عن أدوات مساج الشعر أو أدوات التدليق بتاع فروة الراس دي لو عايزين تتفرجوا عليها عشان تعرفوا الأدوات دي مفيدة ولا مضررة يعني تستخدموها ولا تعملوا المساج بقيتكو هساب لكم اللينك بتاع الفيديو في الدسكريبشن وفي حرف الآي رابع خطأ هو إهمال قص الأطراف المتقصفة وبرضو على الناحية التانية هو التأفورة أو الكثرة من قص الأطراف المتقصفة بمعنى ان شعر الناس كلها ملوش معدل واحد سابت للنمو يمكن شعرها يطول في الشهر سنتي يمكن شعرها يطول كل ثلاث شهور سنتي يمكن شعرها يطول في السنة سنتي أو الاثنين سنتي فمعدل النموه قعم Gill لذلك يعني نذهب بالدين في القصو الشعر مرة كل ثلاث شوهر قصو الشعر مرة كل سنتيات شهور الأقص الشعر هي مشكلة معه كل mensen قص فيه شعرها لا كلél قص شعره حب حجم التلف ما حسب مدى الحروق أو التأصف في الطروف حسب معدل نمو الشعر أنا مثلا من الناس أنا كشروق من الناس اللي شعرها بيطول ببطء شوية فعلشان كده ما بيفعش أروح أقص شعري كل شهرين ثلاثة لا ممكن ثلاث شهور ستة شهور سنة ممكن حسب ما بلاحظ انه الطروف بدأت انها تتأذى او بدأت انها تتقصف او بدأ الشعر ان هو يبقى شكله كده تالف ومحتاج ان هو يتقصى علشان الطروف تتقلم فبالتالي لما بتقصي الطروف ده بيحافظ على حيوية الشعر فبالتالي بيخلي الشعر يطول بمعدل أحسن كمان الأطراف المتقصفة دي لما التأصف بيبدأ فيها من تحت روما انصنهوش بسرعة التأصف بيبدأ يطول ويطلع كده الفوق ويعدي في الشعر كله ويزيد يزيد يزيد معانا فبالتالي الحتة الصغيرة اللي كانت ممكن تتقصى قد كده لما تطول والتأصف يبقى في جزء جده من الشعر ده بيخلي الحتة دي كلها تتقطع من الشعر وتتكسر ويحصل تأصيف فيها فده بيأثر الشعر جدا فلازم تكون عندنا هي الجايد لينا أو هي المرشد بتاعنا تقول لك امتى تقصي شعرك امتى ما تقصيهوش امتى تحتمي بالطروف امتى تشيل الطروف وهكذا وبرضو اللي ما شافش الفيديو اللي فات بتاع الشعر العاجز لازم انه هو يشوفه لانه هو يفهمه جدا جدا طبيعة الشعر وازاي ان احنا نفهم شعرنا وإيه اللي بيخلي الشعر يكون عاجز خامس خطأ واخر خطأ بنعمله وهو تغطية الرأس فترة طويلة جدا من غير تهوية البنات اغلبنا لما مثلا بتكون نزلة وعندها مشوارين وراء بعض ممكن تبدل لابس الطرحة طول الفترة دي لكن الاحسن ان انتي لو رجعت البيت ونزلة تاني ان انتي تقلعي الطرحة تهوي شعرك وبعد كده تلبسي تاني وتلبسي الطرحة تاني وتنزل مشوارك التاني تحاول ان انتي وانتي قاعدة في البيت بلاش الايس كاب وبقى انا عارفة ان الشتاء داخلة وجوا بيكون بردو ان احنا بنبرد من رأسنا بس بلاش طول الوقت حاطين حاجة على شعرنا حاولوا بقدر الامكان ان انتو طول ما انتو مش مضطرين ان انتو تنزلو تخلو شعركم يتهوى ويتنفس كده والهو يدخل جواه لان كمكمة الشعر بردو بتقديل تقصف الشعر فبندخل في نفس الدوامة اللي بتأثر الشعر او بتخلي الشعر يبلكوا ان هو مش بيتوه فضروري جدا قادر الامكان نحاول ان احنا نخلي شعرنا يتنفس ويتهوى ونقلل من استخدام الايس كاب ومن الطرح بشكل مستمر ومن اي حاجة ممكن تغطي بيها رأسك طول ما انتو مش مضطرر ده وبس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اشتركوا في القناة وفعلوا زر القرص وانزلوا على كومنت سكتبولي ايها تقليميكو ووصالوني اي سوال هارد عليكم الكومنتيات كان معكم شروع وان شاء الله شوفكم في فيديوهات جاي كتير